صحيح أن فيروس كوفيد 19 فاجأ العالم المتقدم منه والمتأخر لكن المنظومات الصحية التي تعتمد على تطبيقات رقمية ربما قد ساعدها ذلك على اتخاذ الإجراءات الممكنة لمواجهة الوباء الإيجابية تكمن في حصر الموارد البشرية والوسائل المادية والهياكل الصحية وحتى في فحوصات الكشف عن حالات الوباء إشارة للسينيال واستعمال بيك داتا للمعطيات الكبرى التي ستدخل في هذه البروسيدور التي تعرقنا وكل وسائل الإعلام والاتصال جائحة كورونا من شأنها أن تكون للجزائر محطة لإعادة النظر في تطوير المنظومة الصحية مستقبلا من حيث رقمنة القطاع الصحي والاعتماد على التطبيقات العالمية ربحا للوقت وتقليصا للجهد هذا الرقمنة وكل الوسائل الحديثة والذكية راح تسمحنا باش يكون كل التدابير وكل الأمور وكل معلومات سوف تسير بشفافية كبيرة وتضرر في كل القطاعات بنفس النمط وكل القطاعات الصحية سوف ترها ويكون رد الفعل وتحسين الأمور وإلى آخره يكون عنده فعالية بدون شك نجاح الجزائر في توفير بعض وسائل التكفل بالمصابين على الرغم من قلة الإمكانيات وفي وقت وجيز من شأنه أن يكون حافزا إضافيا للدخول في رهان الرقمنة مستقبلا